بعد يومين من المباحثات المباشرة في جنيف تمكنت اللجنة العسكرية المشتركة بين طرفي النزاع في ليبيا من الاتفاق حول إجراءات بناء ثقة حيث تمس حياة المواطن الليبي اليومية الإجراءات تشمل إعادة فتح المعابر والطرقات البرية والجوية التباذل المحتجزين وإعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية ووقف خطابات الكراهية والتحريض نحن في وضع كمن يسابق عقارب الساعة بسبب الوضع المتدهور في البلاد وأيضا بسبب ارتفاع مستوى التدخل الخارجي السافر في ليبيا وانتهاكات حظر توريد الأسلحة الوضع يقتضي منا جميعا رفع أصواتنا من أجل تشجيع الليبيين على توحيد صفوفهم وبناء مستقبلهم المشترك في يومها الثالث تتركز المفاوضات حول تعزيز التهديئة في المنطقة الوسطى على طول خط التماس سيرة الجفرة الجانبان يتفقان من الناحية المبدئية حول رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الجولة الأولى والثانية من المباحثات اتفق الجانبان بكل سهولة حول وجوب رحيل القوات الأجنبية كافة ومعها المرتزقة في غضون تسعين يوما تحت مراقبة الأمم المتحدة هذه القضية تمس جوهر سيادة ليبيا وهي مسألة مخيفة بالنسبة إلى الليبيين أنفسهم خطة تفكيك الميليشيات ونزع الأسلحة ومعالجة مسير المسرحين يجري تنفيذها غرب البلاد منذ فترة بمساعدة الولايات المتحدة ودول أوروبية في انتظار الاتفاق السياسي وتوحيد جزة وزارتي الدفاع والداخلية الميليشيات غير القانونية ليست حكرا على غرب البلاد فقط مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة متواصلة في جينيف وفي الوقت نفسه تعد البعثة الأممية ترتبات تنظيم مؤتمر الحوار السياسي الليبي في تونس في التاسع من الشهر المقبل في حضور ممثلين عن مكونات الشعب الليبي كافة البعثة الأممية تشدد على وجوب أن ترفع الأطراف الخارجية أيديها عن ليبيا وأن تحول هذا التدخل السلبي إلى دعم إيجابيا للليبيين جميعا ردين الفريد الحدث جينيف